إسرائيل شلت حركة الفصائل المسلحة المقربة من إيران خلال الـ 24 ساعتنا الماضية من خلال ضرب خطوط الإمداد المتجهة باتجاه لبنان وحزب الله اللبناني تفاصيل هذا الأمر تحدثت عنه عدد من المصادر المتخصصة في الداخل السوري مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان وعين الفرات وكانت هذه هي اللقطات الأولى لطبيعة هذه الضربات بالقرب من الحدود العراقية الحدود العراقية السورية في الداخل السوري تحديدا وقد سمعت اللهجة العراقية في هذا المقطع تحديدا عندما كان يصور إحدى مستودعات الأسلحة وهذا المستودع بعد ضربه ظهرت هذه الصواريخ وهي تنطلق يمينا وشمالا من هذا المستودع وهذه صورة أخرى من طبيعة الدخان وهو يتصاعد من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بشكل مختصر ما جاء من ضربات وصفت بأنها غامضة في بادي الأمر هي أنها كانت عبارة عن ثلاث غارات باتجاه ألبوكمال في سوريا وثلاث غارات أيضا باتجاه دير الزور في ألبوكمال الاستهدافات جاءت باتجاه مضافة للحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى مستودعين للأسلحة كما لاحظنا في المقطع المصور قبل قليل وهذه المستودعات كانت مليئة بالصواريخ أما في دير الزور الاستهدافات جاءت باتجاه مقرات للفصائل المسلحة المقربة من إيران والأهم أن هناك منظومة رادارية في جبل هرابش هو الذي كان أيضا قد استهدف من خلال هذه الغارات الغارات دمرت كل أهدافها ضربت كل أهدافها من دون أي مشاكل لا بل أدت إلى قتل العديد من عناصر هذه الفصائل نتحدث عن 15 قتيل بينهم قيادي بارز بالإضافة إلى 20 جريح وقالت هذه المصادر بأن أغلب هؤلاء القتلى والجرحة هم من الفصائل العراقية المتواجدين في الداخل السوري وكما تحدثنا أن كل المصادر تحدثت بأن هذه الضربات غامضة لكن المثيل للانتباه بأن القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها نفذت هي الأخرى عمليات في الداخل السوري لم تحدد موقع هذه الضربات وقالت بأن ضرباتها كانت موجهة باتجاه عناصر تنظيم داعش الإرهابي وكذلك العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة ونمتقل بأنها استهدفت الفصائل المسلحة المقربة من إيران ونلاحظ هنا بأن الضربات التي جاءت باتجاه الحدود العراقية السورية في الداخل السوري تحديدا أدت إلى قطع الطرق الممتدة من ألبو كمال إلى دير الزور واقتصرت الحركة على الدراجات النارية فقط بمعنى آخر بأن أي سيارات أي عربات أي شاحنات غير قادرة على التنقل في هذه المنطقة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها وجانب الإسرائيلي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأنه وجه ضربة باتجاه مدينة القصير التي هي قريبة جدا من الحدود مع لبنان وضرب الطريق المرتبط من القصير إلى شمال لبنان وكذلك أن الضربات أيضا جاءت من قبل الجانب الإسرائيلي عدد من الضربات المتجددة على الحدود الشمالية اللبنانية مع سوريا وكذلك على الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا أيضا وواضح جدا بأن كل هذا العمل يأتي من أجل قطع كل التحركات للأسلحة إن كانت قادمة من العراق إلى سوريا إلى لبنان أو من سوريا على سبيل المثال إلى داخل لبنان من أفراد من أسلحة من عناصر أو غيرها من هذه التفاصيل وهذا كله لمحاصرة حزب الله اللبناني وحرمانه من قدرة التعافي من كل الضربات الموجهة ضده من قبل الجانب الإسرائيلي وما هو مثير بالانتباه بأن هذه الضربات المتجددة التي تحدثنا عنها في الحدود إن كانت في الشمال اللبناني أو في شرق لبنان اعترفت بها إسرائيل وقالت بأنها وجهت هذه الضربات لقطع خطوط الإمداد لا بل إن إسرائيل بدأت تركز ليس فقط على ضرب الصواريخ أو الطائرات المسيرة بل إنها بدأت تستهدف الأسلحة تحديدا الموجودة هنا تحديدا التي ترونها في هذه المنطقة في زحلة كما تلاحظون في هذه المنطقة هذه المنطقة جاءت بها ضربة خلال 24 ساعة الماضية كما تحدثت الأوتيفي اللبنانية وكانت هذه هي لحظة الاستهداف التي جاءت تجاه هذه العربة وهي سيارة فان بطائرة مسيرة كانت قد استهدفت في أوتوسترات زحلة كما نلاحظ وجاءت مصادر مثل الهديل نيوز لكي يتحصل على صور مسربة مما كان موجودا في داخل هذه الفان واتضح بأنها أسلحة لقناصة هي التي كانت تنقل وكانت قد دخلت إلى الداخل اللبناني وهذه الأسلحة القناصة كما نلاحظ هي في حقيقة الأمر متطابقة تماما مع القناصات الروسية التي كانت واضح جدا بأنها قادمة من سوريا إلى لبنان لكي يستفيد منها حزب الله اللبناني في مواجهة برية مرتقبة ضد الجانب الإسرائيلي ونلاحظ من خلال هذه الصورة إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع لهذه السيارة لنتأكد من هذه التفاصيل المنتشرة نلاحظ الدوار نلاحظ لوح الطاقة الشمسية علامة مهمة للغاية هنا من هذه المظلة لهذا المحل وكذلك هذا مبنى أيضا مميز على المستوى المعماري وبالتالي من السهل معرفة وتحديد هذا الموقع وذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة الآن إلى هذه المنطقة الحدودية شرق لبنان إلى زحلة سترى بأن هذه هي النقطة التي تتطابق مع ما رأيناه نتجه إلى الشمال قليلا الآن وسترى أن هذه الصورة متطابقة مع ما قمنا بتحديده قبل قليل في هذه الصورة خاصة إذا ما قمنا بالهبوط بهذا القمر الصناعي على الأرض لنرى هذه المنطقة سترى بالهبوط بأنه متطابق تماما مع الصورة التي رأيناها قبل قليل هذه صورة الاستهداف وهذا هو صورة الموقع الذي نتحدث عنه وبالتالي هذا أمر مهم للغاية لأن الاستهدافات الإسرائيلية التي جاءت باتجاه هذه النقطة الحدودية تأتي باتجاه زحلة هنا بهذا الاتجاه وهذا يأتي في ظل تطورات كبيرة تأتي على مستوى المدنيين والصواريخ والقادة في الداخل اللبناني جيش الإسرائيلي كان قد تحدث مؤخرا بأن هناك مليون نازح لبنانية الآن في لبنان مع تصاعد هذه الأمور ستمائة ألف من المدنيين في الجنوب اللبناني غادروا لبنان كذلك أربعمائة ألف من سكان الضاحية الجنوبية لم يعودوا متواجدين في الضاحية الجنوبية وهذه مواقع رئيسية ومعاقر رئيسية لحزب الله اللبناني طبعا بكل تأكيد كذلك أن وكالة رويترز أكدت بأن قبل عملية الاستهداف الجمعة الماضية لسيد حسن نصر الله والقادة المرافقين له كانت إسرائيل قد تمكنت من ضرب وتدمير ما يقارب 25% من القدرات الصاروخية الخاصة لحزب الله اللبناني وبعد ذلك جاءت عملية الاغتيال لسيد حسن نصر الله وبعدها تطورت الضربات الإسرائيلية بشكل كبير ضربوا الأسلحة الاستراتيجية بشكل كبير من الصواريخ المضادة للسفن أو الصواريخ بعيدة المدى متوسطة المدى قصيرة المدى ضربت على مستوى جنوب النهر الليطاني أو حتى شمال النهر الليطاني بشكل كبير بالتالي النسبة ممكن جدا أنها قد ارتفعت إلى 30% هي من جهة أخرى توضح بأن حزب الله لا زال يمتلك ما يقارب 70% أو حتى أكثر من 70% من قدراته الصاروخية رغم كل ما تعرض له من هذه الضربات كذلك أن إسرائيل مستمرة في استهدافاتها للقادة وضربت وكانت هناك ضربة باتجاه الضحية الجنوبية اليوم باتجاه أحد القادة البارزين الذين تحاول إسرائيل من استيادهم من محاولة استهدافهم وهذا الاستهداف واللحظة الأولى للاستهداف كانت بهذه الطريقة وجاءت الأنباء الأولية تتحدث بأن المستهدف هو كان أبو علي رضا لاحظ بأن استهداف السيد حسن نصر الله كان معه في نفس المنطقة ونفس عملية الاستهداف هو علي كركي وهو قائد المنطقة الجنوبية لحزب الله اللبناني والذي كان من المفترض أنه حل محل إبراهيم عقيل بالتالي لم يتبقى إلا أبو علي رضا لكن حزب الله اللبناني قد نفى مسألة اغتياله بعد ذلك هذا الرجل يعتبر مهما لماذا؟ لأنه هو قائد وحدة بدر وحدة بدر هي الوحدة التي تتمركز إلى شمال النهر الليطاني هي التي تقدم الدعم المباشر لوحدة عزيز التي هي تدافع عن جنوب غرب لبنان وكذلك وحدة نصر التابعة طبعا لحزب الله اللبناني إلى جنوب شرق لبنان وتلاحظ أن وحدة عزيز ووحدة نصر تمكنت إسرائيل من اغتيال قادتها بشكل كامل وهم يحاولون من اغتيال أبو علي رضا وذلك لإحباط كل العمليات والتكتيكات والتدريبات الخاصة بحزب الله اللبناني المتدربين عليها من أجل مواجهة أي هجوم بري محتمل من قبل الجانب الإسرائيلي وهذه طبعا التطورات وهذه الاستهدافات من قبل الجانب الإسرائيلي هي تأتي في ظل معلومات قد نشرت على الأي بي سي نيوز الأمريكية هي محدثة حتى يومنا هذا تحدثت بشكل واضح بأن القوات الإسرائيلية ربما بدأت أو على وشك أن تبدأ عمليات صغيرة عبر الحدود اللبنانية للقضاء على مواقع حزب الله القريبة كذلك أن سكاي نيوز البريطانية نشرت صور لطبيعة التحشيدات للدبابات الإسرائيلية في شمال إسرائيل للبدء بالتقدم باتجاه جنوب لبنان هنا تلاحظ هذه كلها صور للدبابات الإسرائيلية حتى أن وكالات مهمة مثل روسيا اليوم وغيرها نشروا هذه المقاطع المصورة التي توضح لك بأننا أمام أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية تستعد للتقدم والدبابات دائما تبحث عن الطرق الطرق هي السبيل الأساسي للدبابات الإسرائيلية للتحرك واحدة من أبرز الطرق التي من الممكن لإسرائيل أن تتحرك باتجاهها هي الطرق المتجهة أو التي تأتي باتجاه البحر المتوسط على سبيل المثال هنا جنوب غرب لبنان نلاحظ بأننا أمام هذا الطريق باتجاه البحر المتوسط هو معبد تماما ومحتمل جدا أن إسرائيل ستستغل هذا الطريق كذلك تلاحظ بأن هناك عدد من الطرق الأخرى هنا مثلا هذه أربعة أو ثلاثة طرق بهذا الاتجاه تلاحظ بأننا أمام طرق أخرى أيضا سنلاحظ بأنها حاضرة بقوة في هذه المنطقة كلها مرتبطة بالطريق الذي ذكرناه قبل قليل وسترى بأننا بمجرد أن نتجه إلى الشرق قليلا سترى أيضا نقطة أخرى ترتبط بطريق يتجه مباشرة إلى مواقع أبعد إلى مواقع ممكن أن يسهل لها من خلال منطقة العمليات أن تهاجم بمحورين هذه المنطقة بأكملها بالتالي بشكل عام هنا إذا ما أخذنا نظرة عامة فإن هذه المنطقة مهمة أيضا بالنسبة لأجانب الإسرائيلي لماذا؟ لأن هناك مدينة صور المهمة للغاية وكذلك تلاحظ بأن هناك صيدة جدرة وكذلك بيروت هذه كلها مدر رئيسية مهمة للغاية تفرض من خلالها إسرائيل إن تقدمت بهذه المنطقة ضغطا كبيرا للغاية ليس فقط على حزب الله اللبناني أو إيران وإنما على الحكومة اللبنانية بالدرجة الأساس وبالنسبة لإسرائيل هنا أن تأخذ هذا الطريق وأن تبدأ بالتقدم له وسيكون بإسناد أيضا من البحرية الإسرائيلية بشكل كبير الطيران الإسرائيلي سيكون حاضرا في عملية الدعم الكبير عبر البحر المتوسط لأي مفاجآت لهذه الدبابات التي تحاول ومن الممكن أن تحاول التقدم باتجاه هذه المنطقة بأكملها والتي ستواجه طبعا وحدة مهمة ألا وهي وحدة عزيز التي تحدثنا عنها والتي استنزفت كثيرا من خلال هذه الضربات كذلك أن حزب الله اللبناني سيكون في مشكلة حقيقية هنا إذا ما بدأت تكثف إسرائيل بهجماتها لأن الوحدات الموجودة من وحدة بدر أو غيرها إذا ما بدأت تضعف هذه الوحدة وبدأت إسرائيل تتقدم بشكل كبير عليها فإن الأنظار ستلتفت وقيادة حزب الله وعناصر حزب الله ممن هم متواجدين من الممكن أن يبدأوا بالتركيز على دعم هذه الجبهة بشكل أكبر وهو الذي يفتح بابا مهمة للقوات الإسرائيلية المتواجدة في مرتفعات الجولان على سبيل المثال أو في هذه المنطقة التي تأتي باتجاه الجليل الأعلى لكي تبدأ بالتقدم بهذه المنطقة وخاصة أن النهر الليطاني هو الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل لاحظ أن النهر الليطاني يأتي بهذا الشكل التقريبي تقريبا وإسرائيل تهدف إلى دفع حزب الله في نهاية المطاف خلف النهر الليطاني بالكامل لا بد لهم أن يبتعدوا ولا بد لإسرائيل أن تتقدم لإعادة المدنيين الإسرائيليين إلى الشمال بسلام بعد نزع السلاح تماما من حزب الله اللبناني هذه هي الخطة الواضحة والمحتملة طبعا بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمفاجآت من الممكن أن تكون حاضرة وحاضرة بقوة في نهاية المطاف لا بد لأن إسرائيل أيضا وجهت ضربات كبيرة اليوم تجاه جماعة الحوثي صدق أو لا تصدق هذه الضربة باتجاه رأس عيسى كما نلاحظ ضربات على محطات الوقود وهناك أيضا عدد من الضربات التي قالت بعض التقارير هي كانت باتجاه الحديدة هناك أثمان تأتي من قبل الجانب الإسرائيلي والهدف الأساسي هنا ليس فقط قطع الطرق وإنما ردع كل المجاميع التي هي تحاول من دعم حزب الله اللبناني وتحاول أن تعرقل الهجوم البري الإسرائيلي باتجاه جنوب لبنان هي طبعا مسألة كبيرة وخطيرة للغاية وإسرائيل تريد عرقلت كل شيء ردع الجميع من استهداف إسرائيل قدر الإمكان لإبقاء فرصها في عملية التقدم إلى جنوب لبنان حاضرة وبقوة كبيرة للغاية وهذه الظروف هي كبيرة ومتصاعدة خاصة عندما نتحدث عن جماعة الحوثي الجماعة التي نفذت الكثير من الهجمات رغم الاستهدافات التي تعرضت لها في الحديدة في محطات الوقود الخاصة بها في نهاية المطاف بالنسبة للجانب الإسرائيلي نفذ هذه الضربة الآن مرة أخرى في محاولة لإشعال الداخل على جماعة الحوثي إشعال الثورة في الداخل لأن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة بالنسبة للشعب اليمني بشكل عام هناك عجز هناك بطالة كبيرة وهناك أطراف معارضة لجماعة الحوثي نتحدث عن الحكومة الشرعية أو حتى المجلسة الانتقالية الجنوبية والمجلسة الانتقالية الجنوبية تطلع إلى تحالفات دولية إلى السيطرة أو السيطرة على وضعها وأهدافها السياسية والحكومة الشرعية تحاول أساسا القضاء على جماعة الحوثي رغم كل الظروف الدبلوماسية التي رأيناها قبل السابع من أكتوبر التي جرت في الداخل اليمني ولكنها هي الظروف تتصاعد وبالنسبة لإسرائيل تختصر على نفسها العملية هي تذهب لضرب محطات الوقود البنى التحتية التي يستفيد منها المواطن من أجل إشعال الشارع ضد جماعة الحوثي وبالتالي جماعة الحوثي تشعر بظروف خطيرة وصعبة للغاية